تواصل الدولة جهودها في دعم وتوسيع مشروعات المياه حيث أكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتدليل العقبات التي تواجه مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كاتشنر جاء ذلك خلال اجتماع وزير الرأي هاني سويلم مع مديرة إدارة البنية التحتية ببنك التنمية الأوروبي سوبارت لبحثي مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية حيث أوضح سويلم أن دعم البنك للوزارة في إعداد خطة متكاملة يتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البنية المتوقعة مشيرا إلى التعاون في تقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري وأهداد دراسات الجدوى وأهليات التمويل للأعمال اللازمة